القراءة انا اي مصدر مجهول لها ممكن ادخل النت اقرأ ممكن اجيب بعض المراجع وبعض الكتب عندي في مكتبت الخاصة اطلع عليها برضو وارجع للمعلومة او البيان اللي انا محتاجه من خلال القراءة طبعا سمعت عن كتاب دي مش طنورتي لا دي مش طنورتا الكتاب ده غريبا عن النظافة وكان مجال النظافة والاهتمام بالمظهر العام الشخص غريبا جابة صحيحة حضرك هاريته طمع يعني اعد علي من ضمن الكتب طيب حضرك استغميمت في بيتك بصراحة اه يعني كشخص مش مش كبير كاستخدام شخصي ممكن انا هاسألك شوية اسئلة سريعة لو عرفت اجابتك ما تكسب معنا جايزة هتغير لك حياتك تماما تمام مستعيد ان شاء الله مستعيد ان شاء الله اه اريد كتاب اولا اه تمام اه الكتاب ده كان بيتكلم عن ايه عسن الليفس والمودة الجديدة وكده واو اللي كتب هو مصري او اللي اجنب اجنب اسمه ايه تقريبا اه اه جوابشي واشانطة او نو كتاب ده طاق طاق ده بتكلم عن الحجرية كان بتكلم عنه اجابة صحيحة اه ايه رأيك في الكتاب يعني كويس اريته طبعا اه وعجبك او كويس حسيت بايه بعدي يعني حسيت براحة يعني حسيت ان انا فاهم شوية او نو اول كتاب معينا في المسابقة هو كتاب طاق طاق او طاق طاق هو عمتنا وبتاعه دوي اه اه ده الشريط الكاسي طبعا اه اه او بتكلم عن الاغنة الشعبي والكلام ده كله وماذا الاغنة الشعبي اه كان جميلة ديه والكلام ده كله اه اه كتاب او طاق طاق هو كتاب اه فاريسي اه الكتاب ده اه كان بيتكلم عن ايه رومانسية ممكن اجابة صحيحة انت أريته طبعا ايه ما حقا عقا يعني انش او يعني اه يعني او يعني مجرد بس ايه فكرة بس كده اه فكرة عامة فكرة عامة يعني عشان برده أمتابع برده اه كتاب طاق طاق ايه هو تقريبا يعني اسمي كتاب ده قبل كده عشان 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 اسمه الغريب يعني شوية وتذكرنا كتاب توركي بيتكلم عن معاملة الحيوانات يعني حضرتك اشتريت الكتاب ده من فين كتاب تقتا لا ده ممكن انا قرأته في مكتبة ما اشتريتهوش انا قرأته في مكتبة كتاب التاني اللي معينا هو كتاب لا دي مش طنورتي لا دي طنورتك الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ ده بيتكلم ممكن عن ممكن الاستراد والتصدير دي كتاب تاني بيقول دي مش طنورتي لا دي طنورتك ده كان كتاب بيتكلم عن ايه؟ طنورتي مش طنورتي اه بسم الله هنفكر؟ فكر عن قصة الشاع ايه؟ قصة الشاع واو إجابة صحيحة مرافو عليك أدخل ليك طيب غير فيك الكتاب ده او حقيقي ازاي خاليليا غير برد كتاب ديمش تنورتي لا دي تنورتك نفكر فيها اللي ألفه مين نبيل فاروق ممكن واو دي فاروق بيتكلم عن يعني المغامرات وكده دي مش تنورتك لا دي تنورتي كتاب ده ايه بس ان الجنسيته ايه هو اعتقد ان هو كان الماني وكان تم ترجمته العربية يعني المصر فتكلم عن ايه هو كان تقريبا عن الاراضي الزراعية واللي هي بيتم تحولها الاراضي بيتم البناء عليها بالنسبة الكتاب لأ دي مش تنورتك لأ دي تنورتي بيتكلم عن الحالة نفسية البنت لحقيقية إجابة صحيحة مرافو عليك عرفت ازاي عن الموضانة قريبته طبعا قريبت جزء مني كتاب دي مش تنورتي لا دي تنورتك بيدل علي كان بيتكلم عن المشاكل كتابي هنا إجابة صحيحة اللي ألفه مصري والأجنبي أجنبي إجابة صحيحة تقريبا كان اسمه ايه تقريبا جون أم مايكل أم ماجدي جون إجابة صحيحة جدا طيب ممكن تقول لي اللي ألف نفس الكتاب ده اللي هو جون هو كمان اللي ألف الديني حتة وأنا حبك لو تفتكر الكتاب ده الكتاب ده كان بيدل على إيه فكر كده من اسم كتاب يعني عن حب همديتكلم عن حب دي مش تنورتي لا دي تنورتك الكتاب ده بيدل على لا لا ما عرفش بالله تديني حتة وأنا حبك ماشي ده بيدل مثلا عن عن العيشة عن عن الجو عن المناخ المناخ أه ما لابقولك الجو عماتة نيعني بس تفتكر الألف ومصري والأجنب أكيد إن شاء الله مصري ممكن يكون اسمه إيه مثلا ممكن يكون اسمه نجيب محفوظ يكون اسمه مثلا نجيب الرحاني اديني حتة وأنا حبك أريتو آه أريتو بصراحة يعني هو عشان يعني اسمه برضو يعني يجزيب شوية وأكيد يعني من اسمه ممكن نستشف يعني إن هو بيتكلم عن إيه هو كتاب طبعا بيتكلم عن الطعام والطبخ وده تم يعني واحد مصري اللي قال له مصري من هنا وكتاب ده يعني الغريب فيه كمان كان يعني مكتوب بلغة عمية اللي هي لغة الشعب يعني الكتاب الثالث بيقول اديني حتة وأنا حبك بيتكلم عن إيه الكتاب ده وأكيد عد عليك وأريد لا ده مشهور أو الكتاب ده إن في ناس أغنية أوي في البلد وفي ناس فورة جدا فهو ممكن الكتاب بيتكلم عن كده طائق فيه طبعتين فيه طبقة أغنية أوي فيه طبقة خيرة جدا في البلد في المكتبع طيب الكتاب اللي هو بتاع اديني حتة وأنا حبك بيتكلم عن الشجن العتاب سب إيه بعد ما قررت الكتاب ده بصراحة يعني إحساس جميل كده برضو لما إيبقى مثلا رومان سياح شجن عتاب كده يعني فقال واحد برضو وبعدين ده إحساس جميل يعني أحد الشي ده ليش من غير حب كده يعني اديني حتة وأنا حبك ده بيتكلم عن إيه ممكن الكولون العصبي اسم الكتاب إنت إزاي بتعمل كده وفيه علامة استفهام مستغرب آآ هو كتاب الأطفال اللي قال في الكتاب ده هو شوكلوز أم بوكلوز أم فوكلوز بقم اتنين شوكلوز شوكلوز طيب آخر سؤال معينا النهارده بيقول لك إزاي بقى كده آآ العلم العرب الإعلامة العرب كتاب أرجوك ما تفتيش كفاية كده بقى بيتكلم يعني عن الناس اللي هي بتطبق تفتي في أي حاجة خلاص آآ بتطبق تتكلم عن أي حاجة بس أنا هي ما بتعملهاش بكده برافو عليش زينا كده دلوقت زبط زبط إيه رأيك في الكتاب بتاع أرجوك ما تفتيش يعني بيحاول يعرف الناس اللي انت يعني لو مش عاجف حاجة ما اقول مش عاجف الماتل يعني ما نقلل لأفتا فقد ما نقلل لأعلم فقد أفتا حسن كلوزاونتا طيب إحنا كنا بنهوزر معيك ما فيش أي حاجة من أسماع الكتب دي موجودة أصلا ولا أم حضرتك عادي البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش هتفتي تاني بعد كده والله معنا معرفة حضرتك مش همشي بالشارع خالص الحب كده وصاد ودلالة ورضا وخصام وبين عيتاف الحب كده آخر كتاب معنا اسمه أرجوك ما تفتيش إيه رأيك فيك؟ كتاب أرجوك ما تفتيش وكتاب كويس على فكرة وقريطة على فكرة وكتاب جميل يعني وهتبطل تفسي بعد كاما؟ يعني هتحاول؟ هحاول طيب إحنا البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش نعم مش همش خلاص؟ خلاص؟ خلاص طي موفق نحن زيعة؟ ماشي زيعة موفق نحن زيعة؟ زيعة زهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 شاف القطة وقال لها بس بس قالت له نو 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 ماما قالت له سيب القطة وخليها في حلها صورة مكورة صورة حجر شكلها قامت القطة مخربش أي دولة ممسك دلها وهي دي جزئات اللي ما يسمعش كلمة وما تقولها بس في كتاب أخير اسمه أرجوك ما تفتيش سمعت عنه؟ جدا هم الثلاثة اللي أنا مروا عليها دول ولا واحد منهم برنامجنا اسمه أرجوك ما تفتيش هتفتي تاني بعد كده؟ كده طبعا هفتي تاني بعد كده برضو ها؟ مفيش أمل كده؟ مفيش أمل لا 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 قالت يا جماعة مفيش حاجة اسمها ولا أي حاجة من الأسماء اللي أنا قلت إن هي أسماء كتب دي يعني عشان ما تفتكروش إن انتم معلوماتكو هي اللي ضايعة استنونا بكرة وحلقة جديدة وأرجوك ما تفتيش ترجمة نانسي قنقر